تعلمك لللغة الانجليزية من خلال الافلام اداة قوية جدا مش بس بتخليك تدرب عصفورين بحجر واحد انت بتدرب مئة عصفور بحجر واحد بتطور الاستماع بتاعك بتتعلم فكاب جديدة معاني جديدة بتتعلم ايديمز او مصطلحات جديدة حاجات كتيرة جدا النهاردة معانا فيلم جديد وحلقة جديدة من تعلم الانجليزية من خلال الافلام معانا فيلم mission impossible full out بس قبل من ابتدي مع بعض الفيلم واقولك الاهم المصطلحات والتركات والمعاني الجميل اللي ممكن تعلمها منه خليني بس اجاوب على السؤال في ناس كتير سألوني وقالولي ازاي اقدر اشغل subtitle english او الكلام اللي بالانجليش اللي هما بيقولوه مع الفيلم فخليني اقولك سريعا كده قبل من ابتدي طيب امشي معي في الخطوات اللي احنا هنتبه حدية خطوة خطوة لان ده وتحيفرق معك في انك تعرف تشغل زي ما قلنا english subtitle او اي ان كان اللغة اللي انت عاوز تشغلها على الموفي اللي انت عاوز تتفرج عليه اول حاجة انت بتروح على search box او الصندوق بتاع البحث وتكتب اسم الفيلم وليكن الفيلم اللي احنا عاوزين نتفرج عليه النهاردة اللي هو mission impossible full out وهتكتب جنبه subtitle يعني الترجمة او الكلام اللي اللي يعني اللي بيطلع من بوق الممثلين اه بيبقى مكتوب او عاوز تبقى محدد اكتر هتكتب english subtitle وهتخش على ايه موقع من المواقع ديت طبعا اه اه في كزا موقع نختار اول موقع اللي هو subscene وبعدين هتنزل وتبتدور على الترجمة اللي هي بالانجليش زي ما انت شايف حنا عندنا urbic subtitle عندنا لغات كتير ممكن تشغلها على الفيلم بنجالي chinese danish dutch وفي الاخر انجليش هتختار اي واحد من دول وهتعمله open تمام الطبيعي انهم كوملون بيبقى واحد احيانا نادرا جدا بنسبة واحد في الالف بتلاقي subtitle منهم في مشكلة في التزامن او في كلام ناقص فحترجع تنزل واحد تاني غيره بس يعني ايه ان شاء الله دوت مفوش حاجة هنعمل download english subtitle بعد كده احنا تاني دوسنا على english subtitle وبننزل واحد منهم اهو هنعمل start download وانا هنعمل open folder هنلاقي نازل مضغوط انا كنت منزله قبل كده بس عشان خاطر اجرب المهم هنلاقي مضغوط لازم يبقى عندك برنامج فق ضغط هتعمله extract here اللي همنا في الموضوع ده كله هو الفايل دوت اللي هو الرت الفايل دوت هناخده cut الباقي بقى امسحهم اعمل لهم delete مش مشكلة وحنروح على الفايل اللي بيبقى فيه folders او الافلام اه بتاعتك وحنلاقي هنا مثلا انا عندي اه الموفيز فين انا دخلت غلطة اه الموفيز اهي وحناخده على ايه impossible fall out وحنحط الفولدر هنا تمام اه طبعا هو بيقول انا كنت حط ه قبل كده عشان بجرب مش مشكلة move and replace المهم ادل فايل اهو كان في عندي subtitle قبل كده بس احنا هنجرب على واحد جديد فيه بقى اخر خطوة اللي هي المهمة جدا خلاص بقى الملف بتاع الفيلم والملف بتاع السابتايتل الاتنين في نفس الفولدر او في نفس الملف اه هنعمل ايه بقى بعد كده لازم الاسم بتاع الموفي يبقى زي الاسم بتاع السابتايتل او العكس صحيح المهم الاسمين دول يبقوا واحد طيب انا عاوز مسلا اغير الاسم بتاع الفيلم اخليه زي الاسم اللي مكتوب تحت السابتايتل فاعمل كده رينين انا عملت راية كليك كليك يمين وبعدين copy وروح جاية رايح على السابتايتل وروح جاية عامل برضو رينين وروح جاية عامل كده انا خليت اللي اتنين واحد بالزبط تمام اللي اتنين خليتهم واحد بس هو طلع اللي اجسالة بيقول لي انت عندك فايلين كده هيبقوا بنفس الاسم مش مشكلة عشان انا عندي فايلين لكن اهم حاجة انك تخليهم واحد بعد كده لو فتحت الموفي هتلاقي السابتايتل شغال تمام التمام مفروش اي حاجة دي الخطوات اللي انت بحتاجها عشان تقدر تشغل اي لغة مش بس انجليش على موفي او تركبها على موفي معينة يلا بينا بقى نبتدي الفيلم مع بعض اول مصطلح معانا او اول اكسپريشن بيقول له الراجل ده بيخليه بيخوفني او بيقلقني ده مصطلح معناه ان حاجة او شخص بيخوفك او بيقلقك زي مثلا اي يعني المدارس ده بيخوفني او بيقلقني اكيد حدي تاني غيري خالص طبعا مثلا عاوزين نقول حاجة تانية زي الانترفيو اللي جاي اللي انا هعمله ده مخوفني او ميقلقني باكست ان وتاني بقولك باكست باكست ان معناها مزنوء لما قولك مسلا الشهر ده انا مزنوء سواء مزنوء مديا مسلا او مزنوء ما عنديش اختيارات مسلا في حاجة زي في الفيلم في الفيلم قاله انت مزنوء او احنا زنقناك او انت ما عندكش اختيار يعني سمعته سبقاة او مثلا ممكن اقولك يعني سمعتك سبقاك انت بقى يعني الاسبارشن ذات نفسه هو دي بنقولها في العرب كتير يعني مش هتتخلص مني بسهولة ديت يا هانت والاسبارشن هو وده من اهم الاسبارشن الموجودة في الانجليش عشان كده اخترته get rid of get rid of معناها يتخلص من سواء بأس من بني ادم او شيء فمسلا لو عاوز اقول I got get الموجودة بتاعها got got I got rid of my cousin انا خلصت من ابن عمي لانه هو بدايئني كتير مثلا I got rid of my cousin او مثلا اي I can get rid of a bad habit يعني انا ممكن اتخلص من عادة سيئة I can get rid of a bad habit it's an alias it's an alias it's an alias يعني اسم مستعر alias يعني اسم مستعر فمسلا ممكن اقولك my name is amad and my alias is john والحقيقة يعني my alias is hamada بس يعني مش عاوز كتروشينه عليها my alias is hamada I was expecting someone I clear and don't let looks to see 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 يعني ما تسبش المظاهر تخدعك don't let looks to see دي بقى الحتة زي ما احنا فهمنا في الفيلم كده هي بتقوله I expected someone uglier انا كنت متوقع واحد يعني شكل وحش او حاجة وتوم كروز واد موز وكده متوقع واد مثلا موكريمينل طلع في الفيلم موجري مثلا فلازم بقى واد عنده حاجة في وشه ومش عارف ايه سكار هنا فقال لها ما تسبش المظاهر ايه تخدعك don't let looks deceive I'm working on it Oh he's working on it I'm working on it Work on expression سهل جدا ما ينفعش ما تبقاش عارفه وبالعربي بنقوله يعني انا شغال على حاجة لو عارز اقول مثلا ايه nowadays I'm working on a new video nowadays I'm working on a new video يعني دلوقتي او في الايام الحالية انا شغال على فيديو جديد ممكن تقول بقى work on a project شغال على مشروع work on يعني اي حاجة زي ما احنا بنقولها بالعربي بالزبط You're only alive today because he didn't have the guts to kill you I didn't have the guts to kill you Have the guts يعني يبقى عنده قرأة We don't have the guts يعني ما عندوش قرأة يعني مثلا لما اقولك I have the guts to speak with anyone انا عندي قرأة ان انا اتكلم مع اي حد واحد تاني يقول مثلا I don't have the guts to speak English انا ما عنديش قرأة ان انا اتكلم انجلش او الشجاعة يبقى guts هنا بمعنى شجاعة Have the guts don't have the guts Please لو انت عاوز نكامل في السلسلة دي Share and like لو استفدت بقد Thank you and wish you all the best